هل مكينة وغيرها الكثير سواء كانت جديدة او مستعمنة وتوفرة لدى مجر فرص السلام عليكم حياكم الله من جديد في قناتكم قناة مختصر التجربة حلقة جديدة ومراجعة جديدة واليوم راح نستعرض مكينة سيتيز من نيسبريسو ونبدأ بالمواصفات الخارجية رافع الكبسولة مصب القهوة زر الكوب الكبير لونجو يعطي 110 ملي وزر الكوب الصغير إسبريسو يعطي 40 ملي رف التقطير من المعدن وحاوية الكبسولات المستعملة من البلاستيك ويعطي مستوى للاكواب الصغيرة ومستوى ثاني للاكواب الكبيرة او من تحت عندنا حوض التقطير بلاستيك وشبك التقطير من المعدن واخيرا خزان الماء بساعة لتر يحتوي على غطاء ليسهل إعادة الملء وقابل للإزالة ليسهل عملية التنظيف كبسولات الإسبريسو متوفرة بكثير من الأنواع والشركات استعرضت الكثير منها في برنامج كبسولة وكلام نقوله تنزل حلقة أسبوعيا كل يوم 4 الساعة 44 دقيقة بتوقيت السعودية كبسولات لكافعات مشهورة مثل ستاربوكس، سيغافريدو، كوستا كافي، بيرجينانو إصدارات الإسبريسو للأصول الأساسية وإبداعات البريستا والإلهام الإيطالي واكتشافات العالم بالإضافة للوصفات الباردة والإصدارات المحدودة وغيرها الكثير والكثير أنصحكم بالقاندرة على قسم كبسولات الإسبريسو في متجر فراس طريقة الاستخدام كبسولات فولوتو العقوة تحتوي على 10 كبسولات وكل كبسولة تعطي 40 ملي بحجم إسبريسو وتجي لناها توليفة من البرازيل وكولومبيا بحدة منخفضة على المستوى الرابع وتحميس متوسط أما نوع القهوة فهو الأربيكا الأصدار أحد أشهر التوليفات المتميزة من إسبريسو وهذا النوع المفضل للممثل جورج كلوني السفير للعلامة التجارية لإسبريسو هالنوع مثالي لشوت الإسبريسو الرائق ونقدر نحضر به الكابتشينو واللاتي والموكا والموكياتو وغيرها من الوصفات الباردة والساخنة بشكل عام مكينة سيتيز بالإسبريسو قدمت أدام ممتاز وفترة استخدامها كنت أتمنى تكون جودة التصنيع أفضل خصوصاً أن أغلبها مصنوع من البلاستيك انتو اش رأيكم في مكينة سيتيز من أكثر التوصيات اللي أوصف فيها هي التخلص من الكابسولة بعد الاستخدام مباشرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر